السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مادة اللغة العربية للمستوى الثاني إعدادي النصوص التطبيقية طورة الإعلام والحاسبة الإلكترونية سوف نبتدئو بحاسبة الإلكترونية الصفحة 96-97 الحاسبة الإلكترونية تتميز الطورة التكنولوجيا المغاصرة التي تتمنت في الحرب العالمية الثانية بأنها امتداد لعقل الإنسان وهكذا ظهرت الأقمار الصناعية ومختلف الآلات المعقدة الصناع ومنها الحاسبة الإلكترونية والحاسبة الإلكترونية تفوق الإنسان بسرعة استيعابها وإنجازتها للعمليات المختلفة وتتميز بكثاءتها العالية لسيطرة على العمليات المعقدة والمتعددة كما تتميز بسيعتها الكبيرة لخزن المعلومات واستيعابها بسرعة صائقة ولا ندري كيف نتخيل عالمنا اليوم بوسائله الإنتاجية وفعالياته العلمية دون الحاسبة الإلكترونية حيث توسعت العمليات الحسابية كما ونوعا إن الحاسبة الإلكترونية لا تفكر لوحدها بل يجب أن تبرمج مسبقا لإنجاز عمل ما إلا أنها حلت منذ زمن محل الإنسان في كثير من المجالات وبكفاءات عالية لم يتخيلها العلماء من قبل فوفرت للإنسان وقتا وجعلته ينطرف ورغباته إلى حقول الإبداع والخلق الجديدين ومع ذلك أخذ الإنسان ينظر إلى هذه الحاسبة نظرة يشوبها القلق والغيرة أحيانا حيث خلقت له مشاكل إجتماعية ونفسية تتعلق بأسراره الشخصية أو التجارية وغيرها إن التقدم التكنولوجي اليوم شمل جزءا كبيرا من الفعاليات الإنسانية سواء تلك التي وضحها لخدمته بصورة مباشرة أو تلك التي استعملها لتحقيق أحلامه ولكن لهذا التقدم العلمي وجها آخر حيث استمرت المعلومات المتراكمة في مجال الزرة لإنتاج القنبلة الدرية التي استعملت كآدات لإبادة عدد هائل من البشر سنة 1945 في اليابان الإتثار الفهم أولا اشرح ما يلي الأقمار الصناعية الساطل استيعابها فهمها فائقة سريعة جدا إبادة قتل وتدمير ثانيا بماذا تميزت التورة التكنولوجية تميزت التورة التكنولوجية بكونها امتدادا لعقل الإنسان تميزت التورة التكنولوجية بكونها امتدادا لعقل الإنسان ثالثا ما هي الفوائد التي جنها الإنسان منها الفوائد التي جنها الإنسان منها هي توفير الوقت له وجعله يصرف رغباته إلى حق الإبداع والخلق الجديدين الفوائد التي جناها الإنسان منها وهي توفير الوقت له وجعله يصرف رغباته إلى حق الإبداع والخلق الجديدين رابعا هل التورة التكنولوجية سلبية؟ ما هي؟ تتجلى في خلق مشاكل إجتماعية ونفسية تتعلق بأسراره الشخصية أو التجارية وغيرها خامسا بماذا يتميز الإنسان عن الآلة؟ يتميز الإنسان عن الآلة بكونه هو صانعها ومبدعها وهو من يتحكم فيها إلا أن النموه خامسا بماذا يتميز الإنسان عن الآلة؟ يتميز الإنسان عن الآلة بكونه هو صانعها ومبدعها وهو من يتحكم فيها إلا أن سوء استخدامها واستعمالها من طرف الإنسان يعود بالضرر عليه سادسا هل يمكن في يوم ما أن نستغني عن عمل الإنسان؟ لماذا؟ كلا لأن كل ما صنعه الإنسان كان من أجل تسير العيش وضمان عيش كريم له وخير ذلين المقولة الحاجة أم الاختراع أمر إلى التطبيقات ثامنا استخرج أو استخرج الظروف الموجودة في النس وحدد دلالاتها الظروف الموجودة في النس ودلالاتها أولا والحرب العالمية الثانية منذ زمن من قبل اليوم الدلالات الدلالة على زمن وقوع الحدث الدلالة على زمن وقوع الحدث أعيد الدرف والحرب العالمية الثانية منذ زمن من قبل اليوم نمر إلى السؤال التاسع وردت في النس كلمة اليوم مفعولا فيه ركب أو ركبي هذه الكلمة في جمل بحيث تأتي مبتدأا فاعلا نائب فاعل مبتدأا على نحو اليوم عيد ميلادي فاعلا نحو مر اليوم بسلام نائب الفاعل نحو أنتظر اليوم منذ مدة أنتظر اليوم منذ مدة عشرا استخرج أو استخرج من النس كل جملة تضمنت مفعولا معه وضع أو ضعي تحته سطرا تزامنت والحرب العالمية الثانية الحرب مفعول معه 11 ركب أو ركبي جملا بحيث تكون الكلمة التالية مفعولا معه الفجر الغروب الشاطئ الجبل استيقضت سوف نقول جملة فيها غروب غروب خرج وغروب الشمس غروب مفعول معه منصوب وهو مضاف الفجر استيقضت والفجر هنا واو المعي استيقضت والفجر الشاطئ سرت وشاطئ البحر سرت وشاطئ البحر الجبل طلعت وسفوح الجبل طلعت وسفوح الجبل 12 أعرب أو أعربي الجملة التالية إعرابا تاما حلت الآلة منذ زمن محل الإنسان حلت حلت فعل ماض مبني على الفتح وتأتنيت ساكنة لا محل لها من الإعراب الآلة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره منذ مفعول فيه ضرف زمان منصوب بالضمة المقدرة على آخره وهو مضاف زمن مضاف إليه مجرور محل مفعول به منصوب بالفتح الظاهرة على آخره وهو مضاف الإنسان مضاف إليه مجرور أعيد الإعراب حلت الآلة منذ زمن محل الإنسان حلتي فعل ماض مبني على الفتح وتأتنيت ساكنة لا محل لها من الإعراب الآلة الآلة فعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره منذ مفعول فيه ضرف زمان منصوب بالضمة المقدرة على آخره وهو مضاف زمن مضاف إليه مجرور محل مفعول به منصوب بالفتح الظاهرة على آخره وهو مضاف الإنسان مضاف إليه مجرور طورة الإعلام درج الناس على وصف القرن العشرين بأنه عصر السرعة وذلك راجع لتطور الذي ترأى على سبل الانتقال وسائله ولئن شهد هذا القرن طورة في انتقال الأفراد بسرعة لم تكن تخطر على بال أحد قد فقد شهد أيضا طورة في ميدان الاتصال السلكي واللاسلكي بحيث صار ممكن أن يجلس المرء صباحا أو مساء جوار جهاز من أجلسة الإذاعيتين المسموعة أو المرئية فيأتيه الصوت أو الصورة أو هما معا بأسرع من لمح البصر ليقف وهو جالس في ركن هادئ على حقائق هذا العالم فلم تعد به حاجة للإطراع على كتب الرحلات للتعرف على الأمم والشعوب بغية فهم العالم بما فيه ومن فيه وكل ما عليه هو أن يدير قرص الجهاز قصد أن يرى ويسمع من عجائب العالم والناس ما لم يكن متاحا له في العصور الخالية ومع تطور الأجهزة تطورت اتباع مما أدى إلى انتشار الصحف والمجلات على نحو لم يتيسر من قبل فإذا أدفت إلى ذلك كله انتقال الأشياء والناس بحيث تطبع الصحفية ليلاً في ركن من أركان العالم لتوزع وطلوع الفجر في ركن آخر قصي نائن أدركت عنق طورة الانتقال معلومات أو طورة الإعلام التي شهدها هذا القرن بحيث جاز لنا أن نطلق عليه عصر الانتقال معلومات أو عصر الصورة والخبر سماماً كما أطلق عليه غيرنا ألقاباً مثل عصر التقنية وعصر الكمبيوتر وعصر الزرة إنه باختصار عصر المعجزات إنه باختصار عصر المعجزات الإتتمار الفهم أولاً اشرح أو اشرحي درجة اعتاد ترعرع تعود دأب متاحاً متوفراً ممكناً ممنوحاً قصي قصي بعيد نائن صاحق جاز عبر قطع مر ثانياً بما كان الناس يصفون القرن العشرين كان الناس يصفون القرن العشرين بأنه عصر السرعة ثالثاً ما التورة التي شهدها هذا القرن التورة التي شهدها هذا القرن وهي في ميدان الاتصال السلكي واللاسلكي حيث شهد تورة في الميدان الاتصال السلكي واللاسلكي رابعاً إلى ما أدى تطور الطباعة أدى تطور الطباعة إلى انتشار الصحف والمجلات خامساً هل صحيح أن الإنسان لم تعد به حاجة إلى كتب الرحلات؟ نعم فما عليه سوى أن يدير قرص الجهاز قصد أن يرى ويسمع من عجائب العالم ما لم يكن متاحاً في العصور الخالية أهل صحيح أن الإنسان لم تعد به حاجة إلى كتب الرحلات؟ نعم فما عليه سوى أن يدير قرص الجهاز قصد أن يرى ويسمع من عجائب العالم ما لم يكن متاحاً في العصور الخالية سادساً ما أهمية انتقال المعلومات بسرعة؟ أهمية انتقال المعلومات بسرعة وهو وصولها إلى كل الناس في الوقت المناسب وصولها إلى كل الناس في الوقت المناسب التطبيقات ثامناً املأ أو املأ الجذول التالي الجملة المفعول لأجله الفعل الذي بيّن سبب حصول مفعول لأجله لدينا أول جملة لم تعد به حاجة بغية فهم العالم لم تعد به حاجة بغية فهم العالم المفعول لأجله بغية الفعل الذي بيّن سبب حصول مفعول لأجله يدير تاسعاً استخرج أو استخرجي من النس ذرفاً معرباً ذرفاً متصرفاً وذرفاً غير متصرفاً ذرف معرب مساء ذرف متصرفاً نحو صباحاً ذرف غير متصرف قط نحو قط عشراً استخرج أو استخرجي كل مفعول معاه من الناس توزع وطلوع الفجر ووو المعيّة بمعنى مع طلوع مفعول معاه إحدى عشر ركب أو ركب الكلمات التالية في جمالين بحيث تكون مفعولاً لأجله رهبة إجلال الدراسة رهبة تخشع المؤمن في صلاته رهبة ورغبة في التواب وعيد تخشع المؤمن في صلاته رهبة ورغبة في التواب إجلال يقبل المصحف إجلالاً لكلام الله يقبل المصحف إجلالاً لكلام الله الدراسة السيقد باكراً للدراسة السيقد باكراً للدراسة إثنى عشر ركب أو ركب كلمة القرن في جمل بحيث تكون في الأول مفعولاً فيه في الثانية خبراً وفي الثالثة مفعولاً به نأخذ أول مثال مفعول فيه مفعول فيه دام استعمار بعض الدول قرناً من الزمن دام استعمار بعض الدول قرناً من الزمن في الثانية خبراً خبراً هو القرن الذي شهد تحولاً جدرياً هو القرن الذي شهد تحولاً جدرياً الثالث مفعول به جعلوا القرن كله عصر اكتشاف واختراع جعلوا القرن كله عصر اكتشاف واختراع نمر إلى ثلاثة عشر اعرب أو اعربي صار ممكن أن يجلس المرء صباحا أو مساء بجوار جهاز صار فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر ممكنا خبر صار مقدم منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره أن حرف نصب ومصدر وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره يجلس فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره المرء فاعل مرفوع وعلامة رفعه تم الظاهر على آخره صباحا مفعول فيه ضرف زمان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح وهو معطوف عليه أعيد صباحا مفعول فيه ضرف زمان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح وهو معطوف عليه أو حرف عطف مبني على السكون لا محلى له من الإعراب مساء معطوف تابع للمعطوف عليه في النصب وعلامة نصبه تنوين الفتح أعيد أو حرف عطف مبني على السكون لا محلى له من الإعراب مساء معطوف تابع للمعطوف عليه في نصب وعلامة نصبه تنوين الفتح تسمة الإعراب جوار مفعول فيه ضرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف جهاز مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر في آخره والمصدر المؤول من أن والفعل أن يجلس المرء في محل رفع اسم سارة مؤخر أعيد جوار مفعول فيه ضرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف جهاز مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر في آخره والمصدر المؤول من أن والفعل أن يجلس المرء في محل رفع اسم سارة مؤخر إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا يسعني إلا أن أطلب منكم اشتراك في القناة وكذلك تغضي على زر لايك وزر جرس ليصلكم مني كل جديد بالتوفيق للجميع في أمان الله وحفظه دمتم سالمين شكرا شكرا